اهلا وسهلا بكم متابعين من جديد كل متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التواطية الخاصة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي انه على اصدقائنا الاوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر متابعا نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من اجل تقدمه واضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الانسان عندكم فيها تجاوز لا انا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم وهذا امر ليس باليسير المجر فيها 10 مليون مواطن هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون مواطن وقال الرئيس السيسي ايضا 65% من شعب مصر شباب وعنده امل وعاوز يعيش وعاوز اقول الاصدقاء في فيشجراد عايز اشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية كما تحدث الرئيس السيسي في العديد من الملفات الاخرى على رأسها ملف لقاحات كورونا قائلا جائحة كورونا اثبتت ان البشرية مثل ما تتشارك في الاخوة الانسانية فهي عرض للتشارك في التحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها ما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول واضاف الرئيس السيسي في ظل اجراءات مصر لخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول فقد حرصت مصر لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن ايضا للتصدير الى القارة الافريقية في محاولة لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في تلقي اللقاح وقال الرئيس السيسي ايضا نتطلع في هذا الصدد للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف اما عن ملف حياة كريمة فقال الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة المصرية اطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين الحياة لستين مليون مواطن في الريف المصري بكل ما تعني هذه الكلمة وما تحمله وقال الرئيس السيسي ايضا خلال تجمع فيش جراد الرقم المخصص لمبادرة حياة كريمة يقارب السبعمائة مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحي والطرق وكل شيء واضاف الرئيس السيسي انتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل هذه كانت ابرز يعني ما جاء في كلمة رئيس عبدالفتاح السيسي امام تجمع فيش جراد قبل قليل بالتأكيد انتبع مع حضراتكم كل التطورات الخاصة بهذه الكلمة وكل التطورات في هذا المؤتمر وهذا التجمع فيش جراد شكرا جزيلا لحضراتكم على متابعتنا في هذه التعطية من تليفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر